بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي التلميذ والتلميذات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والآن مع درس المفعول لأجله ما هو المفعول لأجله إيه هو المفعول لأجله ده اسم نكرة بيذكر لبيان سبب وقوع الفعل ويجيب على السؤال لماذا يبقى هو اسم نكرة منصوب بيذكر لبيان سبب وقوع الفعل ويجيب على السؤال لماذا الجملة ذاكرت أملا في النجاح أين المفعول لأجله كلمات أملا أجتهد رغبة في التفوق المفعول لأجله رغبة أزور المكتبة حبا في القراءة المفعول لأجله هنا كلمة القراءة إذن فكلمة أملا وكلمة رغبة وكلمة حبا اسم الأكرة منصوب جاءت لتبين سبب وقوع الفعل ممكن أسألك أقول لك لماذا ذاكرت أقول لي أملا في النجاح أقول لماذا أجتهد الإجابة رغبة في التفوق لماذا تزور المكتبة الإجابة حبا في القراءة إذن فالمفعول لأجله المفعول لأجله اسم نكرة منصوب يذكر لبيان سبب وقوع الفعل ويجيب على السؤال لماذا إعراب المفعول لأجله كيف نقوم بإعراب المفعول لأجله المفعول لأجله أعزائي التلاميذ دائما منصوب وعلامة نصبه الفتحة المفعول لأجله قاعدة أساسية أنه دائما منصوب مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة لا نريد أن يخطئ أحدنا ويقول مفعول لأجله مجرور أو مفعول لأجله مرفوع ولكن المفعول لأجله دائما منصوب أمثلة الأمثلة هي التي تسبت القاعدة في أذهاننا أذاكروا حبا في التفوق كلمة حبا هنا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتح أحسنوا إلى الفقراء طاعة لله كلمة طاعة هنا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتح أشتري الكتب رغبطا في القراءة أشتري الكتب رغبة في القراءة كلمة رغبة هنا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتح يحارب الجندي دفاعا عن الوطن يحارب الجندي دفاعا عن الوطن كلمة دفاعا هنا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتح أنا لا أجذب خوفا من الله خوفا هنا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتح نوع غذائك حفاظا على صحتك نوع غذائك حفاظا على صحتك حفاظا هنا مفعول لأجله منصوب علامة نصبي الفتحة من خلال هذه الأمثلة اتضح لنا أن المفعول لأجله اسم نكرة منصوب يذكر في الجملة لبيان سبب وقوع الفعل وقد يجيب على السؤال لماذا فلو سألت قلت لماذا يحارب الجندي الإجابة دفاعا عن الوطن خلاصة الدرس أعزائي التلاميذ المفعول لأجله ما هو اسم نكرة يذكر لبيان سبب وقوع الفعل ويجيب على السؤال لماذا إعرابه المفعول لأجله دائما منصوب وعلامة نصبي الفتحة كيف هيئت السؤال في هذا الدرس أعزائي التلاميذ اعرض ما تحته خط في الجمل التالية أقف إجلالا للمعلم أقف فعل والفعل ده من مستطر تقديره أنا وإجلالا لماذا أقف إجلالا للمعلم أيوة من يعرب أيوة أقول صح ما تخفش إجلالا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبي الفتحة فتح الله عليك أعبد الله طاعة له أعبد الله طاعة له أعبد فعل والفعل ده من مستطر تقديره أنا والله لفظ جلالا مفعول به وطاعة لماذا أعبد الله أيوة طاعة له إذن كلمة طاعة أعرض مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبي الفتحة أحترم والدي اعترافا بفضله كلمة اعترافا من يقول من يعرف كلمة اعترافا أي وصح ممتاز اعترافا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة لماذا احترم والدي لماذا تحترم والدك اعترافا بفضله إلى هنا عزائي التلميذ نقول قد وصلنا لنهاية درسنا الحالي ومع نفهم نتعلم ببساطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته